على مسافة خطوة تقترب ميليشيات ايران الحوثية من موعد الاياب الى اللائحة الامريكية للمنظمات الارهابية الاجنبية فبعد عام من مغادرة الميليشيات قائمة الارهاب الامريكية تستبين ادارة الرئيس بايدن خطأ قرارها منذ البداية في الغاء قرار الادارة السابقة بتصنيف الحوثيين منظمة ارهابية فما كان مؤملا لدى ادارة بايدن من قرار الغاء التصنيف لم يتحقق منه شيء على مدى عام من عمر القرار اللاغي وفشل التجريب والامتحان الامريكي للحوثيين بل على العكس وهذا ما وقر في قلب الادارة الامريكية مؤخرا مضى الحوثيون في كل ما من شأنه اثبات خطأ الخطوة التي اقدم عليها بايدن بشأنهم وفيما يعيد بايدن النظر في قراره الذي ادى الى نتائج عكسية ومخيبة للامال يعود قرار ادراج الحوثيين مجددا الى القائمة الامريكية من داخل الكونغرس الذي يشهد تكتلات ضغط ومشروع قرار جديد في هذا الاتجاه سبعة عشر نائبا امريكيا انضمت اصواتهم الى صقور السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ ومشروع قرار ادراج الحوثيين في المصنفة الامريكية للارهاب الاجنبي ويواجه قرار الرئيس بايدن انتقادات واسعة على المستويين الرسمي والشعبي بعد ان حفز قرار استرضاء الحوثيين الميليشية المدعومة ايرانيا على انتهاج مزيد من العنف التصعدي ضد المدنيين وتهديد امن الجوار الاقليمي والحلفاء الاستراتيجيين لواشنطن في المنطقة اشتركوا في القناة